الأسهم الأوروبية تتراجع في تعاملات الاثنين مع هبوط أسهم التكنولوجيا حيث أن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض ب0.4% وذلك مع تعرض أسواق آسيا للضغوط المستثمرون بدورهم يترقبون إمكانية تشديد السياسة النقدية خلال الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي وهو البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع وهبطت أسهم التكنولوجيا بـ 1.2% مسجلة أدنى مستوياتها في 14 أسبوعا لكن سهم رونو الفرنسية لصناعة السيارات ارتفع بـ 3.8% بينما تلقى قطاع الاتصالات هو الآخر دفعة بارتفاع سهم شركة فودافون بنسبة 4% ترجمة نانسي قنقر